كان يكفي أن تقول فقط أنه الوسيط في حل أي نزاع أو خلاف بين الناس في منطقته أو المناطق المجاورة حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب لحكمه ويستأنس المتخاصمون لرأيه ويأنسون لمشورته ويقبلون حكمه فيما شجر بينهم كان الشيخ عبد المحسن ثابت حكيما ومحكما بما يكفي ليترك الناس المحاكمة ويلوضون إليه في بيته لحل نزاعاتهم وفق رؤية شرعية ونظرة عقلية بأبعاد اجتماعية ونفسية وهكذا كان في عمله الحزبي والقيادي من خلال رئاسته للدائرة القضائية في المكتب التنفيذي لإصلاح الحديدة لقد كان الشيخ عالما كبيرا في علمه وتواضعه وكثيرا في تأثيره وأثره أوتي بسطة في العلم وبساطة في العمل كان متدفقا وغزيرا غزارة وادي زبيد وعميقا عمق بحرها خلال محطات حياته التي عاصرت أهدى عدد من رؤساء اليمن من الرئيس الحمدي حتى الرئيس هادي بقي الشيخ عبد المحسن ثابت ثابتا أمام كل المغريات وراغبا عن كل المناصب يحسن تقدير الأمور ويجيد التعامل مع المواقف والأحداث زهد عن كل شيء إلا عن العلم والمعرفة فهو سليل أسرة عرفت بالعلم واشتهرت بتعليمه في الانتخابات البرلمانية للعام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين تنزل الشيخ عبد المحسن ثابت عن المنافسة ورفض الترشح ممثلا عن حزبه الإصلاح أمام النائب المؤتمري صخر الوجيه واكتفى بدعمه ومناصرته في حملته الانتخابية وأخبر الناس أن صخرا أفضل من يمثله ويمثلهم طالما أنه يحمل همومهم ويتبنى تطلعاتهم وهكذا ظل الوجيه أمينا على ثقة الشيخ وثقة ناخبيه وثقة كل الشعب حتى اليوم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رحل عالم الفقه وفقيه العلم وشيخ القراءات ومقرئ المشايخ وأستاذ علم الفرائض والمواريث مخلفا وراءه تركة ثرية بالعلم والعمل والدعوة والتربية لا ينقطع أثرها ولا ينتهي تأثيرها تركة ليست حكرا على أبنائه ولا حصرا على عصبته وأقربائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر